انتهت المباراة الثانية للمنتخب المغربي بقيادة وليد الرقراقي مع المنتخب البراجواني بالتعادل السلبي بدون أهداف النهاردة ما شاء الله منتخب المغرب بيحافظ على النتائج الإيجابية ما بيخسرش وشباك نظيفة النهاردة أمام براجوي وأمام تشيلي قدر يفوس على تشيلي 2-0 وقلنا إيه الفوائد وإيه الإيجابيات اللي حصلت في مباراة تشيلي والنهاردة بيتعادل سلبيا صحيح مع المنتخب البراجواني ولكن لم يستقبل أهداف ودي نقطة إيجابية حصلت النهاردة أيضا النهاردة شفنا عدد من اللاعبين اللي ملعبوش مباراة تشيلي وبالتالي كان في فرصة لوليد الرقراقي أن يشوف كل اللاعبين في معسكر أسبانيا عشان يقف على التشكيلة الأساسية اللي هيلعب بها مباريات كأس العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أهلا بيكم في فيديو جديد تتفق أو تختلف مع وليد الرقراقي أو مع منتخب المغرب لازم تتأكد أن منتخب المغرب في شكل جديد وفي حلة جديدة وفي طريقة أداء جديدة وفي إنسيابية في اللعب وفي جماعية في اللعب وفي روح عالية في المنتخب المغربي النهاردة الرغم من نتيجة السلبية والتعادل السلبي أنا بقولك المنتخب المغربي في إن شاء الله في الطريق الصحيح والمصار الصحيح بعد مبارتين مع فرقتين كبار في أمريكا الجنوبية تاريخهم كبير منتخب تشيلي ومنتخب باراجوي ودايما بيقدموا باريات قوية في كوبا أمريكا وفي كأس العالم لما تفوز على منتخب تشيلي 2-0 وتتعادل مع باراجوي 0 مقابل 0 من هنا أيضا فائدة كبيرة للمديرين الفنيين أن منتخب باراجوي بقيادة المدير الفني النهاردة أعطى درس للمديرين الفنيين كلهم أنه هو شاف مباراة المغرب وتشيلي وقدر يستفيد من المباراة وشريط الفيديو بتاع المغرب وتشيلي وقدر يقفل الخطوط النهاردة على المنتخب المغربي ويديق المساحات أمام المنتخب المغربي ولم يستطيع المنتخب المغربي إحراز الأهداف النهاردة لأن منتخب باراجوي كان عامل بلوك دفاعي كبير جدا وكان ما أفل الخطوط النهاردة لان هو شاف مباراة شيلي وعمل على المباراة النهاردة الخطة واستطاع ان يخرج للمباراة بالتعادل السلبي من هنا لازم وليد الركراكي يكون عنده طرق جديدة وطرق مختلفة لاختراقات الدفاعات اللي بتكون عاملة بلوك دفاعي لازم يفكر في التدريبات اللي جاية واستعدادا لكأس العالم في طرق جديدة لاختراقات الدفاعات الصلبة مثل منتخب براجوي لازم يكون فيه عرضيات من الاجناب لازم يكون فيه اختراق من العمق لازم يكون فيه تصويبات من خارج المرمى لازم الاستفادة من الضربات السابتة ويطلع غانم سايس ويطلع أشرف داري ويطلع كل اللاعبين طوال القامة في الضربات السابتة لازم طرق لعب مختلفة هجومية عشان تخترق الدفاعات الصلبة زي منتخب براجوي النهاردة لعب وليد الركراكي بتشكيلة مكونة من ياسين بونو في حراسة المرمى غانم سايس وأشرف داري في محاور الدفاع أشرف حكيمي على الزهير الأيمن ونصير مزراوي على الجانب الأيصر في وسط الملعب شوفنا النهاردة مرابط سفيان مرابط في وسط الملعب عز الدين أناحي وأمين حارس وفي خط الهجوم سفيان بوفال وحكيم زياش وريان ميه علامات استفهام يوسف النصيري علامات استفهام لازم رأس حربة يكون شرس ويكون هجام للمنتخب المغربي في كأس العالم أعتقد وليد جديرة ممكن يكون لي دور يوسف النصيري وليد الركراكي أعطاه ثقة كبيرة في التصريحات نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي في مباريات كأس العالم تعادلوا النهاردة مع المنتخب برجوي لكن الخير قادم بإذن الله ما تنسوش في آخر الفيديو لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر